أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر صرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعات حرم ذلك الدين القيم أمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ألا قولكم عارفين بأن نحن دباء في المغرب جوج رجب وفي بقية دول العالم لعلات لا تراجب وبالزبط لكيستيون تدوروا في السوق على شهر رجاب تدوروا دميساج في الواتساب تدوروا الناس فيهم على رجاب كلا تلغي بالغاه نحن دائما منهم ما كنا نريد أن نعرفوا شي حاجة يستبتونك قل الله يفتيكم كنا نرجعون عند الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم تنسونه وشكين ربي يذكر شهر رجاب في القرآن نعم قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 صهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وقال سبحانه وتعالى منها أربعة حرم وسكط الله سبحانه وتعالى وما يخدر صلاة أربعة دير أشهر شنة تكون هي علاش هي العرب كانوا تعرفوها حق المعرفة الحاجة اللي كاينة وأن العرب كانوا كيلعبو بها الشهورة كانوا مني تكونوا رابحين في الحرب حيط عارفين العرب كانوا يعيشين بالحرب لما كانوا يلقى ما يأكل تهزوا لدعمه وتهز سلاح دياله وتمشي غير على الضر اللي قدامه وعيشين بالإغارات وحرب القبالية اللي كانت تدوم بكودتو الله سبحانه وتعالى مذكرهاش بالأسماء ديالها حيط العرب كانوا كيعرفوها ولكن كانوا كيلعبو فيها منيج بناء وتنياد الهضراء الله سبحانه وتعالى تقلنا في صورة ديالتوبة إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زيين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين قلنا العرب كانوا كيلعبوه في الشهورة مني تكونوا ربحين في الحرب تقولوا لا هذا مش شهر الله الحرم ومني تكونوا خاسرين تقولوا ما تنسوا سنوقفوا في الحرب هذا شهر الله الحرم فكانوا لقوا أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم حيثكم تعرفوا هذه المعلومات 23 عام حجة من بعد 23 عام وهي الحجة الوحيدة دراسوا الله صلى الله عليه وسلم سميتها حجة الوداع وعنش ما حج بكوة 23 عام لأنك كانت تاريخ العربي ملعوب فيه وما حج حتى تضبط تاريخ العربي وحتى سيد النبي صلى الله عليه وسلم منقاه من تصرفة ديالجاهلية ومن تلعوبة ديالجاهلية والنهار ديالعرفة في الحجة دياللوداع سيدنبي صلى الله عليه وسلم وقف فعرفت وقال الحديث لكونا حافظينه قال عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استضار كهيئة يوم خلق الله السماوات وقال لهم الدنيا دا ما تقادت بحظة لخلق الله ما بقاش فيها اللعب كهيئة يوم خلق السماوات وقال السنة 12 شهرا العام فيه 12 شهر وقال لهم منها أربعة حرم ثلاثة ديال أربعة شهر حرم ثلاثة متوالية ثلاثة شهر متابعة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وثم ذكر وراجبوا موضار بهذه اللعب راجبوا موضار دا ما نقول لكم علاش اللي جامبين شهر جمد اللي خرجنا منه شهر جمد الأخير اللي كقول له جمد الثانية ويا غلط يا جمد الأخير والشهر ديال شعبان السؤال دا حنان سيدنا بقبيلة موضار ولا دا ولا راجب موضار لأن القبيلة موضار لم تكن لعبوا وكنت هي القبيلة الوحيدة عند العرب التي كان عندها الطارق اثنتيك ومضبوط وما تلعبش فيه وما تعتمد على النسيع وما تكذبش في الطارق العربي وسيدنا بيصلوا لها تعتمد على راجب موضار لكي تكون هاد شر اللي نحن فيه المعلومة المهمة اللي قرية نعرفه كاملين هو أن شهر رجب هو من أشهر الله الحرام إن شاء الله غدى هذين عاود نقول لكم شنو من الحويج لين تقربوا بيوم الله سبحانه وتعالى وشنو من الحويج لين يعبدوا بيوم الله سبحانه وتعالى من القرآن